بين جنبات الطلبة خلال الدخول المهني دورة فيفري 2022 بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني اثنان بالقطب الحضري ها هو الطالب الجديد عبد المونيب يخطو خطواته الأولى في تخصص جديد النظافة الأمن والسلامة هنا التخصص الجديد على نوعه في ولاية المسيلة نظافة أون وسلامة أشاسيغ باللغة الأجنبية وهو تخصص مطلوب جدا في الشركات الكبرى العالمية والشركات الوطنية حيث يقوم الأساتذة بتعطيرنا وبذل مجهودات كبيرة لتعطيرنا وتأهيرنا للحياة العمالية والعلمية استقبال وشروحات حول التخصصات الجديدة بل ومرافقة في الميدان يحظى بها الطالب منيب رفقة زملائه في الصف بغية تكوينهم ضمن التخصصات الجديدة استقبال كان في المستوى وتعطير كان في المستوى خيرنا هذا التخصص لأنه مطلوب كثيرا وعندي شغف كثير في هذا التخصص نظافة الأمن وسلامة على مستوى الشركات الوطنية والعالمية كما لاحظت استقبلنا طالب عبد المنينب استقبلنا كان عنده شغف هذه الاسبيساليتي جديدة هذه الاسبيساليتي جديدة أول مرة كان هنا في مسيلة هذه الاسبيساليتي جديدة وإنما عندها طموح يعني كبير في إن شاء الله في فيليت مسيلة نقوله لأنه هذه الاسبيساليتي استحقها تولي دمان شغفه لهذا التخصص الجديد وإرادة منه للحصول على تكوين مهني يؤهله لاقتحام عالم الشغل بنجاح تسقلها توجهات من مؤطرين وأساتذة في التخصصات لاستكمال مراحل البناء والتكوين لطاقات جديدة من أمثال الطالب عبد المنينب